يا مساء الورد والفل والياسمين على كل جمهور أخر النهار في كل مكان وفقرتنا الأسبوعية أوف سايد وزي ما قال كابتن تامر أمين ربنا يصدر مبروك الله يبارك فيك أكيد سعيد ومزاجك عالي ومقصود جدا حبد لله طيب نهني الزمال يكون أقول لهم مبروك من ثلاث دايق بالضبط صفر الحكم عشان ينهي المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد بين الداخلية بقيادة ريدا شحاتا والزمالك بقيادة طبعا جزوار دوفيرير ألف مبروك للزمالك التعادل مع الداخلية ويعني نقطة شايف التعادل يتهنوا عليه؟ يعني نقول لهم تهنئة عليه؟ وفقا لمجراءات المباراة المباراة تقلص في الديها 90 يعني الزمالك هات دور بلاس 90 دلوقتي؟ آه يعني لما الزمالك يتعادل في الديها 95 يبقى يتقال له مبروك أنه لحق نقطة من الثلاثة اللي كانوا ضايحين يعني الزمالك لحد آخر كورنر ده لو كان ضاع كان المبروك تلاث نقطة للداخلية فالزمالك أنه كان خسران تلاث نقطة ولحق نقطة بالتعادل اللي يتقال له مبروك لكن طبعا في سباك الدوري ده تعادل للزمالك بطعم الخسارة خصوصا أنه جاي بعده خسارة فخسارة في تعادل يعني الزمالك في ماطشين خسر خمسة موند وده كتير قوي على فرق عايزة تنافس بس دلوقتي على قد ما بيقولوا الكرة في مصر مستواها مش يعني غير مرضي لكل طموح الجمهور كجمهور كرة إلا أن ابتدت من الجولة الـ 12 النهار ده أهو ابتدت تشتعل كده يعني فوز برضو تعادل الأهلي مرة بعد كده فوز الأهلي خسارة الزمالك فوز الأهلي النهار ده في المباراة اللي كانت بين الأهلي ومبي بعدها على طول الزمالك والداخلية تعادل تحس كده أن الصدارة رايحة جاية شوية زمالك يطلع الصدارة بعد كده الأهلي يتمسك في الصدارة ويوصر عليها النهار ده مباراة لأهلي ومبي عندك شك أو خلاف مش أقول شك أن آخر عشر سنين الصفقات اللي جابها الأهلي أجانب أفضلهم ديانج وعلي معلول لا طبعا ما عنديش شك علي معلول هو أفضل صفقة أجنبية في تاريخ الأهلي في رأي المتوضع في تاريخ الأهلي يعني حتى يتجاول في تاريخ الأهلي؟ أه ما احنا ما كانش عندنا في تاريخ الأهلي كصفقات أجنبية اللي احنا كنا فرحانين بيه وقوي كان فلافيو جلبرتو تمام وطبعا الاتنين خدموا الأهلي ومشواره بس أنا في رأيي أنه في السنتين الأخرانيين دول علي معلول تفوق لأنه بيعمل كل حاجة في الكورة أو نقول أنه الجيل اللي كان فيه فلافيو أقوى بكتير من الجيل الحالي مثلا؟ طبعا كان برضو الجيل اللي فيه تريكا ومتعب وبركات وجمعة والحضري وشاني محمد وكل العالم دي وحمد فتحي وشوقي طبعا كانوا شايدين من فلافيو وجلبرتو كمان لكن علي معلول هو اللي شايد جزء كبير من النادي الأهلي فده يحسب له مع الروح والانتماء أنا حاسس أن علي معلول مولود في الأهلي أنا حاسس أن علي معلول ابني من أبناء الأهلي ومتربي في النشئين رغم أنه طبعا تونسي وبيعتز بتونسيته لكن روحه وانتماء وحبه وإخلاصه اللي فاننا للحمرة شيء الحقيقة يخليه بالنسبة لي أهم صفقة في تاريخ الأهلي كمان جمهور الأهلي بيبدلوا نفس الحب والإخلاص وكأنه أهلاوي مصري أنا بس يعني شايفك دخلتيني في الكلام والموضوع كده حيهري مننا مش عايز تقولي حاجة أنت على الأهلي فدات الكلام أكيد هقول طبعا طبعا تفضل لسه هقولك فورا المفروض أن احنا بقى أنا أربع أيام دلوقتي بنتكلم عن وصول عزيز يعقوب عزيز يعقوب إيه وبتاع إيه ده إيه ده إيه إيه أقولك أنا صفقات نبدأ بالصفقات الآن لا 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 بكش ما بقولش ليه بكش ليه مش أنت صدعطيني الأسبوع اللي فات عن الأهلي اللي رايح في داهية والأهلي اللي مستوى أنا مقولش الأهلي رايح في داهية فيه ما معناي يعني أنا اللي بقول أه قعدت تقولي الأهلي رايح في داهية ومستوى مش عارف إيه وينهار ربي عدو الأهلي وإنت برضو صاحب نظرية مش أنحكم من مباراة واحدة من أهلي بينهار والأهلي بيه من يحصلوا أيوة أنا خايفين على الأهلي أيوة قولناك كلام دا الكلام دا كان نسبوع اللي فات صح أه وإنت أقول مش سامع أنا بقى حاجة هو النهار دا ما لفتش نظرك إن المستوى ابتدى يتحسن وفيه لعبة كتير ابتدى التركز وإني أفشى صالح الجمهور فيه حاجات بتتغير لكن أنت صاحب نظرية مش أنحكم من مباراة واحدة أنا دلوقتي ما تكلمتش على إن مين الكسب الدولي أنا بكلم كلام واحد بس عشان أيوة اللي أنا بقوله طول الوقت وبحاول أقولهولك وإنتي ما بتسمعهش مني على فكرة لأ مش ما بسمعهش أنا ما زلت اللي هو إيه اللي هو بلاش نمشي مع منطق الهوجة مش هوجة يعني الأهل لما يتعادل مطش أو مطشين نزعل ويقدم أداء سيئ لا ما هو ده مع الفرق اللي أنا أقولك المرة اللي فاتت أداء سيئ ده ما ينفعش يبقى حكمة عن النتيجة المطشات اللي إنتوا حكمتوا إن الأهل يلعب فيها أداء سيئ ما لعبش في أداء سيئ الكرة كاش عايز تخش عايز أقولك إن مطش بيرامدز هو أقل مطش الأهل لعبه يعني مطش بيرامدز ده الأهل أداءا وفرصا أقل من الأهل وفوتشر وأقل من الأهل واسموحة الفرق إن الأهل عمل عشرين فرصة قدام في ووتشر واسموحة ولا محتاجة تجول وقدام في بيرامدز الأهل راح ثلاث مرات بالثلاث أجوان الأهل يعرفك في مطش بيرامدز مطش أجوان كان بدافع الكرة يبيروح ربنا بيكرمه بقى فالتوفيق هنا عمل مهم جدا فبالتالي ما تحكميش على أداء فرقة بالنتيجة الأهل أهو قلت لك وقتها قلت لك مش الزمالك تتقولي مستقر والزمالك مش عارف إيه وكذا وكذا من يوم وليله هو التوفيق وقف قدام الزمالك في أسوان وفجادة النهاردة بقى الفرق ستة مضت كابتن تامير مش أنا موافقة عندنا وصلت بس الفكرة لأ سواني بس عشان بس يا مش ماشية مع الهوجة لما يجي قدام فاركوف يوتشار سيراميكا واشوف الأداء كل مرة بيبقى سيء وفي ناس أنا متعودة عليهم دخلوا بطولات قبل كده خدوا برونزية وخدوا برونزية عالم وخدوا دوري أطال ومستواهم في الملعب بالشكل ده لازم أتكلم وأقول إن الأداء سيء جدا وإن في لعيبة مش مركزة وتائها في الملعب وما كانش كلامي الوحدي كان كلام كولر المدير الفني للنادي الأهلي هي مش هوجة لا لا كولر عمره بقال إن الأداء سيء كولر قال كولر قال كده أنا لا عنديش مهاجمين أنا مش مقتنع بوالا مهاجم قبلها قبلها الماتش اللي قبلها كان بيقول من اللعيبة ما نفذتش تعالي مات أيها يا حبيبتي علشان هو أيلهم على حاجات المهاجمين ما بيعملوهاش مش المهاجمين بس هو بيكلم على لعيبة أنت بتوصلي في الماتش 100 مرة لجول دي مهمة المدرب النهاردة بقى المدرب هياخد محمد شريف النهاردة يقول له حط الانفراض إزاي لأ طبعا الماتش اللي فات شادي محمد شادي حسين شادي حسين الماتش كانت ماتش إيه مش فاك سيراميكا أول خمس ده أول عشر دقايق كرة يعني وقبلها كان خارج القيمة شادي حسين عشان كده كنا بنا تساء قال إن الراجل نازل هو عملي كل ماتش يديه واحمش عملي إدى البرسي تاو بس قصي فمرتش يبدأ محسين حسين ما يدلوش طب رايح عم حسين شادي حسين ما يدلوش طب رايح عم شادي محمد شريف ما يدلوش طبعا يجب من يجب من بيتهم طب فيت جملة أنا قلتها السنة الأسبوع اللي فات قلت إيه الأسبوع اللي فات قلت إحنا بنتكلم عن النادي الأهلي اللي إحنا مستنين وهيدخل كسعلم للأندية ومشوار دولي أطال مع عشان كده لما أداءه يبقى لازم نضرب جرز الإنظار ونقول الأداء سيء مش هو جاه طبعا أشرح لك إزاي لأ ما ده إيه وجه هتنظر بقى انت شفت ماتش بيرامدزو الأهلي طبعا شفته إيه رأيك في الأداء والله أنا اتفاجئت كولر اللي عرفه ما هو اتفاجئت أسلوب هجومي بيتحول لأسلوب دفاعي وكلحة كروية بلغة الكورة يعني الأداء عجبك كمتماشي مع سير المباراة آه طبعا أنا اللي كسب ألعبه هو ده بقى الفرق اللي أنا بقوله لك أنا الأداء ما عجبنيش ده لعب براجماتي عايز التلاتة بنت ده مش أداء الأهلي أنا الأهلي ما يتزنقش تسعين ديئة في التمنتاشر بتاعه هو اللي أصد وكل رأيك ده في المؤتمر الصحفي مش مهم بس في النهاية أنا وأنا قاعد أتفرق يا أهلاوي هو ده الأداء بتاع الأهلي اللي انت عايزها يروح كاسر العالم اللي كلمين تقولت طبعا لا بس لكن الناس كلها فرحة ومحدش فتح بقه عن الأداء لأن النتيجة 3-0 لا لا الناس اتكلمت وقالت إن هنا الأهلي لعب بأسلوب اسمه ولو بلغة الكرة الكلاحة الكروية أنا هدفع وأقفل قدامك واجي ألدغ في المرتدة وارجع تاني أقفل طيب أنا بقولك بقى علشان يبقى الفصل بنا انت خرف رأيك أنا بقولك إنه هوجة الناس اللي بتمشي ورا النتيجة أنا ضدها الأهلي في المنشطات اللي تعادلها لعب كويس هتقول لي كامل وبرفكت هقولك لأ عنده مشكلة في الشناوي اللي مش مركز فتسبب فيه 3 جوان اللي أدوا للـ 3 تعادلات وعندنا 3 مهاجمين بسم الله من شاء الله محتاجين لنا الضراط مش شايفين الثلاث خشبات غير كده الأهلي فلة مع الوضع في الاعتبار من الأهلي منقوص عددية من لعيبة مهمة جدا أهمهم أكرم توفي أهمهم على الإطلاق أكرم توفي لأسف الجابهة ضربت كلها وبرسي تاو ومع ذلك أنا بقولك أن الأهلي كويس قوي وأي كورة من الكور اللي ما دخلتش فماتش في يوتش الاسموحة وفرقه ما كناش الكلام كل كلامنا نحن قلنا دا تمام فتفرجي على الأهلي لما المصابين دون يرجعوا ولما الصفقات تدعم الضوي بتاع النجم الساحلي دا العيب هايل هايل يرجعوا فين الصفقات دا اتنين صليبي لا معنى أكرم راح صليبي ورجع أحسن من أول فربنا يكمل أنا بقولك إن شاء الله الضوي بتاع النجم الساحلي ولد ممتاز ربنا يعافيه بس ويحمل الإصابات ويعقوبه عزيزنا فيه كلام بس لو أنت عايزت كلمة عنه دلوقتي ما هو أنا دا الكلام اللي أنا جاي أقوله لك الأهلي والزمالك بس أوعي لهو جا برا ماشي وكل لما هلاقي أداء سواء الأهلي أو الزمالك على فكرة أنا مش فريق أنا عاسف وبالمناسبة برضو مش أنا أهلاوي فظيع طبعا والمفروض أن أنا كأهلاوي أفرح بتعثر الزمالك الأسبوع دا سواء قدام أسوان أو قدام الدخلية مالوجية نظرك إيه لا أنا فرحان طبعا أنه المنافس تعثر بس مع فرحتي كمشجع بس أنا كإعلامي هو ما أقوله هو إيه وعجبون الزمالك يبتدي حتى تكبتتك على اللعيبة ليه لأنه الأسبوع فيه عدم توفر خلاص ما فيهش حاجة الزمالك يباشي كويس هصاله دروب في مطشين وراء بعض يبحثوا الأسباب وطبعا فريرا ألف شوية في المطش بتاع أسوان لكن في النهاية أي كرة تخش كنت غير مصالب مباراة إحنا هنروح لأسباب هزيمة الزمالك وقام أسوان واتعادوا لنا دا معك جدا طبعا إوعوا فكرة أنه النتائج تخلينا أقولي أنا هارا بيد دا الفلقة بتنهار لا مفيش حاجة بتنهار الكرة كده لا الزمالك يعني متهيالي صعب صعب بعد التشكيلة اللي عاملها فريرا صعب ينهار طيب ماذا أنا أقوله والأهلي لا نهار ولا حينهار لا لا إن شاء الله مفيش نهار إحنا مستفيدين إيدوا القطبية الكرة المصرية وقوة الدوري خش يا عامل المربعات خش خش ماشي إيه بقى حكاية قطبية الكرة المصرية في صفاقتهم أنا عايز أعرف هي مالها صفاقتهم كده والله سواء الأهلي أو الزمالك لتنين نجيب الصفقة من هنا هو إحنا ما نبقاش عارفين إيه المراكز اللي نقصانا عشان ندعمها مش عارفين اللاعب لباب نبنيه وبنتفرج برضو لسه على الفيديو ما هو طبعا أي حد هيقدم السيفي بتاعته وأنا لو قدمت لك السيفي بتاعت يا عمري ما هقولك إن أنا مثلا لو شغلتني تحت ضغط يعني هعرف أجيب بآخري كله حاب يقدم أحلى ما عنده الفيديو بيجيب لي أحلى لمسات لللاعب لحد دلوقتي زمالك عمل صفاقاته خلينا هنروح لها لكن احنا نتكلم على الأهلي تكلمني عن صفاقات الأهلي والنهاردة عرفنا طبعا إن يا عزيزي عقبو بعد ما كان هيشتريه الأهلي بـ 200 بـ 2 مليون وخمسمية ورجعوا وقالوا نقصوا شوية لـ 2 مليون ومتين لا هناخدوا ستة شهر عارفة لكابتن محمود الخطيب قال أنا ما عنديش استعداد أخذ لاعب يطلع إصاباته مزمنة تأثر ويعود لي معظم الموسم وفي الآخر الجمهور طبعا هواجهه إزاي ده اللي قالوا بالنص ده أحسن وأزكى قرار اتاخد لسببين السبب الأول إن أنت عندك بطلب رئيسي لكولر من مجلس الإدارة ايه وقو الملكاتو يخلص من غير ما تجيبو لي راس حربة فنفهاش هزار فأنت عندك ضغط إنه لازم يجي راس حربة يعني ما فيش أوبشن نعم مش جاين حد كويس هنستندها للصيف فهنستند الصيف طبعا بطولة أفريقيا راحت وكسر عامل قندية راحة فبالتالي لازم يما فيه راس حرب طيب راس الحربة اللي كنا حطيني عيننا عليه اللي هو ياكوب عزيز اللي عامل بالمناسبة موسم هايل مع ريو آفي في البرتغال بالأهداف اللي سجلها عامل موسم هايل عامل موسم هايل بالأهداف والمستويات وبالتحركاته بتاعه كويس والموسم ده كله ما عندهش الصباط مع ريو آفي لما جيه وكشف عليه في الكشف الطبي اتضح إنه ركبتينه هتعامل فيهم عمليات كتير قبل كده ممكن ما يتحملش الضغط رفو عليك اتعامل فيهم عمليات مش معنى إنهم مصابين مش معنى إنه هو لها إحنا بندور على واحد عايزينه يشتغل معنا بطولات كتير لكن هي الفكرة إنه تاريخه المرضي اتعامل فيه تدخلات جراحية كتير فقمة الزكاء من المجلس دارة إنه قالك إيه قالك أنا مش حلبس اللاعب افرد جيه لقيته إصابة مزمنة وطول معاه أنا خلاص على عهدتي وعلى شلتي فالزكاء إنه أنا أعمل إيه أجربوا معايا ستة شهر أجربوا ستة شهر دول فيهم بطولة أفريقيا دول المجموعات والأدوار النهائية وكاس العالم للأمدين خدمني فيه مكمل وتاع أشتريه وقع مني في النص أبقى أنا كل اللي خسرته فلوس الإعارة وارجع يعمل حج مكان هو ده أساسه قالي الحركة زكية جدا إنه ياخدوا إعارة ستشوري يجربوا قبل بقى مروح إن أنا أتكلم حتى مش المفروض أنا بشوف تاريخ اللعب عمل عمليات كتير ما أكد ده أنا بعرفه بس في النهاية اللعيب دلوقتي حالته سليمة والكشف الطبي عليه قال إنه سليم بس الملاحظة دي هي اللي خلت القرار يتحول من شراء لإعارة ملاحظة بس إنه ملفه الطبي فيه قبل كده تدخلات كتير طب ده اللي حصل أول يحصل مع عزيز يعقوب مع برس تاوم وإصاباته مزمنة وكان مع برايتون فيه إصابات إحنا طبعا يعني إحنا مش جوه الإدارة لجنة التخطيط أو الإدارة من جوه أكيد بيجيب تاريخ اللاعب طب أنا ليه أروح للاعب ده بس إحنا يبقى إصابات مزمنة ويزهقني طول الموسط إحنا عندنا يعني الموضوع مش وصل للاحترافية دي أو يعني إسا محتاجين نشتغل عفسنا في كل الأمدية حتى على مستوى الأهل والزمان إحنا نفسنا والله فعلا نفسنا يعني والسباصر السمصر حلو عندنا شوية لأن السمصر الحقيقة أفسده الكرة عدا سؤال أنا نفسي أسأله لك كده صغير بقى مبقى خرج الموضوع خالص جون إيبوكا ماله مهاجم إحنا بنشوفه في الدولي ما بشوفش يعني للأهل ولا الزمالك يروحوا عليه أحسن تفتكر لي أنا رأي إن إيبوكا نجم الأندية الصغيرة ما فيش حد بيسوقه يمكن نجم الأندية الصغيرة أيها ما أقوله وفي حد بيسوقه ممكن يوديه لأهل أو الزمالك أنا مش عايز يروح لأهل أو الزمالك أنا بقولك نجم الأندية الصغيرة يعني مش حيتنجم ولا يتقلق إلا في المستويات دي لكن إبوكا مالعبش زمالك رأيي نرجع بقى للحب حاجة كده عامل زي فكرة ولتر بواليا نفس الفكرة ولتر بواليا كان حيبهده في الدوري وكان نجم الدوري مع الجونة صح؟ جبناك تشافت نجم الدين شمال فيه لعيبة كده فيه لعيبة نجوم فأندية متوسطة لكن الأهل أو الزمالك عايزين نقول أهلي تحديدا عايز نجوم من نوعية خاصة طب نرجع لحيطة الاحترافية تاني أنا برضو عايز أرجع إن أهم صفقة الأهل أبرمها مش ياكوب عزيز أنا بقولك اللي هو الضو محمد ضوي أنت بتتوقع له أنا شفته ربنا يحافظ عليه ويحافظ على المستوى ويبعد عننا شر الإصابات لأن أنا مش عارف إن في حد حطط لنا عمل على جناح برغوت وحيات كتاب اللي هو في النادي الآن ده مش ممكن على فكرة أنت تؤمن بالرقية الشرعية طبعا أنا أؤمن بالرقية الشرعية فإن منع إنها تتعلم ويانيد كولر يعمل حجامة ويجي ويدبحوا عجله وطوره وفرخة لا على فكرة هو بجد نحن بنتكلم على كريم فؤاد لا هو تم افتتاح مستشفى الأهلي محمد محمود لا مش مستشفى الأهلي ده نادي مستشفى النمسا لعدة الأهلي كلهم قاعدين في النمسا دلوقتي جنب بعض على سنة ستة جنب بعض ومنلاحظ طب إن كل موسم مؤخرا المصيبة كمان النهاردة النهاردة الوقت دازل كوكا كولر منزله في الديها تسعين كده خد حاجة فعليه طريعا المستشفى دلوقتي عنده فقدان رؤية فقدان رؤية مش شاكل ربنا يطمن عليه إن شاء الله ففي حاجة غريبة جدا فلازم رؤية زي ما قلتي ولازم كولر روسائب حافيز يعملوا حجامة ويتباحوا كل الحيوانات هو أنا أسفى طبعا أنا سألت السؤال ما كنت شخصه دل نقول أنت مؤمن برقية شرعية طبعا كلنا مؤمنين بيها مش محتاجة كلام يعني لكن وفعلا دلازم يتم الموضوع تعدى الرقية ما يحتاج كل حاجات تتعمل ويحطوا حلقة زالة كبيرة على ستنة تيتش ومداخل إي يعني لازم يعملوا لأن فيه عين بنت ستين في سبينة وأنا عارف عين مين عين مدبوبة في العربة الأهلي حترقعهم كلهم في الإصابات بعد الشر سلايا لإيمان العبية بعد كده تبرونو سوفيو محتاج رقية شرعية؟ لا ده محتاج رؤية شرعية بعد ثلاث شهور ما وصل قلع الحمراء لا الحقيقة أقنعك ولا؟ لا معيني شوفنا فيديوهاته وأنا فكرة كويس جدا لما كنت بتفرج على فيديوهاته لمساته حلوة قوي معلش وشوف كنا بنويلي ساعتها؟ معلش بس للأسف طلع برازيلي من تايوان برازيلي وصمر رأسه صنبا؟ لا يعني برازيلي من تايوان مش برازيلي أصلي ده يعني أي برازيلي اللعب شوي في شارع البرازيل يعرف يعمل سبعاية يعرف يعمل حجلة يعمل تشميسة لكن برونو سوفيو بينزل ينقل الكور معهم كأنه في تمرين هو ولا كهرباء؟ لا كهرباء طبعا كهرباء أفضل كهرباء أفضل طبعا لما يكون في مستوى هي الصفقات الجماهيرية زي ما بيسموها كده مصطلح الصفقات الجماهيرية كهرباء كان ضمن الصفقات الجماهيرية دي الأهلي كان في غنى عن الصداع ده لا ليه؟ علشان أنا مؤمن بالطريقة الموجودة في كل دول أنت بتزييع التزييع دي؟ لا مش أنا مالبين بتزييع؟ أنت هر فيك أنت؟ مش أنا والله يمنح في تزييع بتزييع؟ على طول مش واسق فيها على طول في حاجة بتزييع في الستوري أنا ببقولك شيء لا استراحة في حاجة بتزييع في الستوري مش عاجبيني ماشي مغالباً إحنا كمان محملنا عمل كرونوسافيو بعد لا بيش برونوسافيو هنكون نتكلم على كهرباء على كهرباء ما هو المقارنة بين كرونوسافيو وكهرب؟ كان صحي للأهلي كان في غنى عن الصداع بتاعك لأ كانش في غنى ليه؟ ليه؟ علشان أنا مؤمن أنه في الاحتراف وفي سوء خطف اللاعبين أيوه؟ سوء خطف اللاعبين في كل دول العالم ده بيحصل تفيد بالصفقة بس أحرمك منها هل ده صحيح مع النادي؟ ما عندوش وقت لأنه عنده بطولات كتيرة لا بيش هكسبها كده كل الكلاسيكوهات والدربيات اللي فيها كده برشلونة ورية المدريد الأهلي والزمالك كل الأقطاب الكورة في كل بتاعه دايماً بيبقى عندي أنا بصادر قوتي والمنافس بتاعي الأول عنده مصادر قوتي كل ما أنا زود مصادر قوتي وأحاول أضعف منافسي كل ما الغالة باتبقى ليا فعشان كده بيلاقي برشلونة يستنى أي عام يجعب لو عارف يختف من ريال المدريد يختف لو عارف لعيب ريال المدريد بيحاول يتعاقد مع برشلونة يجري ويلحاول أول ليه؟ حتى لو مش محتاجه حتى لو مش هم محتاجه يقولك أنا عادو على الدكة عندي بس أحرم ريال المدريد منه لأنه لو بقى في ريال المدريد يضرني بي وموت اللعيبة عدك هي بقى اللعيبة وقررتها ساعة بس أنا بقولك دي مطبقة في كل دول العالم تمام أن أنت زي ما سمعت أن الزمالك كان عارض عرض على يعقوب عزيز لا يعقوب عزيز في حد تواصل مش لازم يكون مجلس دارة نادة زمالك بس حد تواصل مع يعقوب عزيز خلال فترة التفاوض اللي فات وعرض رقم أعلى ويعقوب عزيز طلي على صفحته وقال أنا ناد زمالك حد من ناد زمالك تواصل معايا وكذا لكن أنا خلاص بديت كلمتي لأهلي والموضوع انتهى وعلى فكرة ما حصل أنا مش هقول إن ده غلط لأنه أنا بقولك ما بين الأدية المتمافسة الأقطاب في كونة القدم في أي دولة بيعملوا كده يختفوا الصفقات من بعض عشان أكيد أنا مش عايز ننافس بتاعي بأقوى مني ويقعد يتقوى علي كل شوية المهم يبع عندي بس واحد بيبرم الصفقات كده يعني بقاوي جدا واللجنة بتبص كويس أوي برضو علشان لما يجي بلعب وقعدوا على الدكة حينفعني لا حينفعني حينفعني والله أعلم بعد 11 يناير إحنا سمعين كلام متضارب عن 11 يناير كهربا منزل بوست من يومين قال لك استنوني من بعد 11 يناير أنا رجع أساسي في النادي الآن ونحية الثانية الزمالك ومجل زارته بيقولوا الزمالك الكهربا مش حيشمها غل لما يحصل دفعي بجعب إيه كده تفتكر الجمهور عايز الجو ده جو المنافسات دي أه طبعا طبعا ده هو ده هو ده مش أنا قبل الفقرة بقول دايما الفقرة مش حتشطة ده جزء من شتشطة الكورة ما هو عاو تختف من مين وهنا ربي فكري رضا عبد العالم ما تنقلم الزمالك للأهل وعسام حسن لما تنقلم الزمالك شفت الدنيا كانت مش حتشطة إزاي والناس مستنية طول ما هو في إطار المنافسة الشريفة الشريفة طبعا والتحفيل اللطيف اللي ما فيهوش إهانة ولا تجاوز هي دي حلو الكورتك لأهل وبيرامتز لما تعابلوا بقى يعني بمناسبة السبايسي بقى والصفقات المخطوفة رمضان صبحي وجمهور نادي الأهل عجبني وابو الطوحي بيها والله عجبني صحيح وعماشي وعماشي ايه يبرطع في الملعب يمين وشمال برطعه وضربه وزعيه وإخناءه بتاع انتاج مفيش عيوة ماشي ما وزعيه والخناء ليه انتاج مفيش عيوة زعيه والخناء ليه انتاج مفيش تعالى بس وانا بقولك وانتاج مفيش وعشان الطموح ملقهوش دلوقتي جميل ربالة دي رمضان في البرامن السنة التانية تقريبا لو دلوقتي مش فاكر ولا حد افتكروا لنا هو اتنقل امتى من ساعة المؤتمر الصحفي بتاع الطموح يا سلام لا ما أقل يبقى كسبان وقابلك في نفس اليوم لا انا عايزة دايما كده انا عايزة دايما كده افتكر كده بس يعني اللي اتنقلوا ساعتها كان رمضان وشريف اكرامي اه شريف اكرامي ما شافش الشبكة من ساعتها ما شافش الجهود من ساعتها واقف بس ايه حطت السماعات ورايع التمرينات وجاي من التمرينات لا لعب الدوري التاني من المسم اللي خلص لعب قدام الاهلي يوم الاهلي ندى ومصة كان احمد فتحي وعبدالله استعيد ايه اول لاتي بيحرش مرمى بيرمين لا ان المسم دا لأ ما بيشافش التشكيل ما شفناهوش لا طيب انا ما قولك كده اول ما رايح اللاعب كان بطش بس المسم دا لا انا بتكلم على اللقاءات الاهلي بيرومتز والاهلي لا انا بتكلم على المسم دا خلينا اسألك على حاجة طيب بمناسبة الاسبايس سبايسي عالت قوي لدرجة ان الناس بالكوح خدوا بطولة بس خدوا بطولة خدوا فيه طموح واحد اتحقق لا طيب باشا احمد فتحي خبرة الجمهور الاهلي لما بينزل بتقلو بينزل على الاربعة اكرامي رمضان صبحي احمد فتحي عبدالله استعيد صح اثناء المباراة احمد فتحي بخبرته بيحاول بقدر الامكان ما يخرجش عن تركيزه وده بنشوفه في التحاماته في الملعب لسه طبعا فرق الخبرة بينه بين رمضان صبحي رمضان ليس صغير فبنشوف تركيزه بخرج فيه كلام كتير بهاري اه ما اعلامش هاري ولا حاجة عايزة ايه العلاقة دي المنوشات دي ممكن تهدس زي راح ايه عشرين عشرين ماشي اه يعني بقاله سنتين وشوية زي ما نقول بربع عليك لا ادي في الاحصاء بصراحة ما انت على بسجادة والدردار بقوفة لازم تكوني في الارقام كويس لا تمام ما انا قلت ادخل عليك اهلي وزمالك لا لا زي الفن المربعات دي هيا طيب الحمد لله وينفع دلع وينفع دلعب اكسقه عليك طيب يعني سنتين ونصه هو والطموح ممكن العلاقة تهدى شوية انا مال انا تبصلي ازا بكون انا اللي عامل العلاقة ايوة لان الموضوع بقى كتير خلاص لقاءت بربعز والاهلي خط ورزع جزء من التحفيه لا بربعز علاقتنا بي كويسة انا مقولش على النادي ولا ادارته طبعا لا كلهم كل الاحترام انت عايزاني انا يكلم جمهور الاهلي خالص لا بقولك ازاي تهدى علشان انا مش عايزة تهدى انا بقولك اهو انت عايزاني انا خط الجمهور الاهلي اقوله ما تزعلش من رمضان لا مش عايزاك تعمل كده عايزاك تقولي رمضان صبحي كان يسحق الطرد في الالتحام البدني اللي حصل بينه بنياسر ابراهيم ولا لا طبعا كان يسحق الطرد طبعا كان يسحق الطرد في كورتين مش كورة واحدة بس هو أنا في رأيي نوة خلاص خد طرد كامل طيب أنا بقى إيه شايفك من يوم أمشي من الأهلي هو خد طرد كامل من الحب شايفك مبسوط قوي فصدقالك شوية ما تعصبتش علي فأنا مش أذر بصراحة قوي لا لا تفضل لازم تتعصت لا تفضل شايف أن الجمهور الأهلي بيفرق كتير في الملعب وعدده الكبير بيفرق ما فيش اختلاف طيب مالفين السؤال حلوة قوي أول الموسم فيه ناس اعتردت كتير وقالوا أنه شايفين مع العين المجردة عدد جمهور نادي الزمالك أكبر بكتير من عدد جمهور نادي الأهلي خرجت الرابطة وقالت يا جماعة كل واحد له ثلاثة آلاف مشجع لكن النادي الأهلي عنده أكتر من تسعمائة تكت خارجين دعوات موجهة لناس ضيوفي ويتفرجعوا المباراة الناس دي ما كانتش بتيجي علشان كده العدد كان يعني ممكن سبب الأسباب كان بيظهر أنه قليل الناس دي هتشجع زي مشجع التالتة شمال أكيد لا ليه بعد كده الأستاذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج خرج وقال استنى بس لسه جاي العصبية خرج وقال قبل بداية الجولة العشرة أنه خلاص توقفنا عن توجيه الدعوات وعايزين كله يبقى جمهوري التكت كله يطلع لجمهوري الأهلي مش شايفين قرار تأخر شوي لا بقولك كده مش عشان بقى رب ده أنا واخد عليه بتروب اذا كان فيه أنا مش عارف الحية إيه الصادق في الموضوع ده ده بيان الرابطة وده وصف محمد في النهاية فيه كلام كتير بينسب لناس وبيتقال على الناس لكن أنا ليه اللي أنا بشوفه اللي أنا بشوفه ميش إذا كان ده كان بيحصل وتم تدركه يبقى كويس إنه تم تدركه ده رقم واحد رقم اتنين أنا مؤمن إنه نبهور التالتة شمال اللي واحد فيهم أهم من أي في آي بي لأهل يازم ده مميش كياب ده لو أعضاء مجلس دارة الأهل ما يجوش والتالتة شمال يحضروا لأن هم الأهم فقولا واحدا كل تواجد لمواطن أهلاوي في الاستاذ أهم من أي شخص يتم دعوته فبالتالي كل الدعوات وكل التذاكر تذهب إلى الجمهور الحقيقي لكرة القدم وهم التالتة شمال إيه سبب هزيمة الزمالك قدام أسوان الزمالك ما احترمش أسوان دخل بسقل ما قدرش أسوان وما قدرش الطفرة اللي حصلت في أسوان من أربع ماتشاط اللي عملها أيمن الرمادي اللي لازم يكون تحية وتقدير عظيمين هو واحد معي مين أيمن الرمادي اللعيبة اللي معي عرف يوظفهم كويس جدا وطبعا استغل المساحات اللي كانت تايها فيها لعيبة الزمالك بس في واحد جاي بالصفقات دي هيسا مرابي طبعا صفقات حلوة طبعا هيسا ممتازة برامت بالمناسبة عايزة أحمد بالحاد وعايزة مسخد مالك برضو الصفقات دي كانت موجودة قبل أيمن الرمادي أيها ده اللي أنا بقوله لا لا مش ده اللي ماقوله ايه إن أنا بقوله أنه الصفقات دي موجودة من أول الموسم بزبط بزبط صح لا المركاتو اللي تعمل هيسا مرابي عمله في وجود كابتن ربيع ياسين الله يفتح لي إذن هذه اللعيبة كانت موجودة مع مين مع كابتن ربيع ياسين هي هي نفس الصفقات اللي عملها هيسا مرابي وما استغلوهاش يبقى العنصر الحاكم والفارق كان ايه المدير الفني بس يعني الصفقات مهمة وهيسا مرابي عمل شغل كويس بس جاي ربيع ياسين ممكن ممشيتش ومعرفش يدير المنظومة اللي موجودة من اللعيبة دي يمكن كان محتاج وقت تفتكر معرفش جبل السؤال ده لازم عيش معهم وعرف المشكلة كانت فين وكانوا محتاجين وقت ويجي من الفرقة ولا كان التاكتك غلط او التوليفة مش مازية او كيميا ما بين المدير معرفش لكنها ده حكم على اللي أنا شايفه ده أنا شايفه انه اي من الرمادي جي تحولت منظومة اسوان الى منظومة كروية فيها كل عناصر كرة القدم الحديثة وعلى فكرة وانا قلت الكلام ده يوم المطش هنا في البرنابي اسوان لم يسرق فوزه اسوان تحكم في المباراة وهو اللي بنى هجمات وهو اللي كان بيضغط على الزمالك من الثمنتاشر بتاع الزمالك وهو اللي مضيع فرص وهو اللي كان بياخد كل الكرة المشتركة والالتحابات الترعية يعني عمل كل حاجة الكرة صح في حتى كان بتحصل اي لاعب حامل الكرة من الزمالك كان بيلاقي مجرد ما يستلم الكرة ضغط بتلاتة اربعة لعيبة من اسوان كان ماشا الملعب مساحته مش كبيرة هل تفتكر لو الملعب مساحته كانت اكبر كان ممكن ده يحصل ده تكتك ده تكتك طبعا يعني هو نقول سرعات مثلا من لعيبة اسوان ده كانوا بيلعبوا نهائي كسعالة احنا ليه يا ولاء لما يكون الفرق الصغيرة لا مش بنقلم لا مش تقليل والله الفرق الصغيرة والمتوسطة أو كذا لما تعمل مطش كويس وتكسب لازم حكمنا دايما يبقى انه المشكلة ان الفرق الكبيرة هي لعبة وحش لا بالعكس احنا بنا حاول نرصد بس اللي حصل الخطوات انه حصل ان اسوان لعبة احسن ولعبة كويس واسطحقات الفوس يعني فيه مطشاط زي اللي انا بقولهلك كده اللي هو مثلا ده فاكرة لما طلعت تلتلك الناس اللي اشاد ومش عادي بالمدارب مين عشان اتعادل مع الاهلي لكن انا شايف انا كنت بشدلك هنا بكابتن علي ماهر فيوتشر قدام الاهلي او بقى علي ماهر او برابو عليك او علي ماهر يشابي جدا الموسم ده تعرف ان فيوتشر التاني ولا التالت دلوقتي وعنده 22 نقطة وعمل اداء هاي يشابي جدا الا بطش الاهلي اللي هو اتعادل فيه بالمناسبة لا يشابي لان فيوتشر ما شافش جون الاهلي غير في التهجيصة العملها الشبناوي وقدت الى الهدف التعادل لكن غير كده الحداشر في التمنتاشر وده اسوأ اداء فيوتشر طول الدول عرفت انا قصدي ايه عرفت انه مش بالنتيجة يعني نفوض الاهلي وفيوتشر واحد واحد الله برابو عليك علي ماهر لا فراجع على المطش ده انت بحجم لعبة فيوتشر والأداء الحلوة اللي احنا بنشوفه طول الدول ما يشوف دهوش في المطش ده تشوفت زي كل الناس ان يشي كبالا لما بيبدأ المباراة ما بيكونش نفس القوة انه ينزل من عالدكة في الشوط التاني ولا انت عندك وجهة نظر مختلف لا تعليق لا تعليق اه ايه ايه لا تعليق وانت على مده 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 داني بفلوس احنا لازم اجاوب لازم تجاوب لا لا تعليق ماشي شكرا يلا خلينا هي بقى انا دقيقة نجري بسرعة على ليفربول نجري بسرعة على ليفربول لا لا ليفربول كائن انه نيزر اللي جابوه دروي النونس دا جايبين اه لحد ما يفوق من الغايبوبة اللي هو فيها طرق ست انفرادات اخر مباراة اخر مبارايتين مش ممكن طيب هما جابوا شاكبو انت بس ممكن تحاولي تبقي منصفة واقول ان كابتن تامر امينا لنبعد ساديو ماني ليفربول مش نافع اصلا المسلم دار تحتهم بسط قد ينقل كانت من امتى ست اندارات من قبل المسلم ما يبتت يا استاذ تيفر كنت شبقى ارى الماندر انا لح صراح لح طب وربنا طب بص بقى دن كل شوية تزليني وتقولي كده انا زليت انا هفكرك اصلا انا اقولك لك يا ست البنات وبدلعك معاكسك وانا بصرا زكريا الوردي كان ييجي منه بس ما حد يصبر عليه وكان فيه حاجة تانية زكريا الوردي خط نص ملعب الزمالك ما علينا خلينا بس مراش اساسا قلت ان عمر السيسي افضل من زكريا الوردي وطرع كلامك صح ودي زكريا مشي وراح الى دوري وراح دلوقتي فيه عروض من دوري الفرنسي اللي اهم من ده بقى ان انت قلت اللي فرقول بعد سادي وما نمش هيعملوا حاجة وهيبقى اسوأ موسم قلتلك ده اسوأ موسم لصلاحه واول ما بدأنا بقى الفقرة دي قلتلي ان ميكي سوني ده ما حصلش وميكي سوني طلع بس يلا بقى لا عندك حقق صح ما حصلش اه ان شاء الله والله ما حصلش يلا اقسم بالله فعلا تعيبت بقى والله ما حصلش معظم توقعتك صح لا كتير الحمد لله كتير طيب بس هو فعلا من ميكي سوني ما حصلش هو انا نفسي وربنا عندي حكايات كتير عايز اقول لك عليها بس انا هي كلمة قبل ما مشي وشكرا لازم اختم بالقهل طريق زياد ماله شايف انه صح زياد طارق شايف انه اخرج لما بصراحة توقعته كده مينفعش كده حمد لله زياد طارق شايف انه صح انه يخرج اعرق اه ليه عشان يشد وانا ما اصبرش عليه ليه ولما ينجح بره فرقة تانية روح اجيبه بالكي والغلى يعني ويقعد يحط رجل على رجل رئيس مجلس ادارة الناجل اللي انا هشتري منه ما هيفعله باندي الشراء وهلاقيه خلص كبيرة اللي مش عارفة تصبر على ناشئين عشان يتودكو يوح يتودكو في الحتة التانية ويرجعوا زي اكرم توفيق وزي كريم فؤاد الله يرجحهم بالسلم عمره ما كان حياخد فرصة الا لما ودتي الامبي ولعب هناك وشفتيه بلعب جوكر وبلعب جراح يمينه وبك شماله ما كيمينه وبتاع فرجع بس يعني العم صابتني ورب العرش طيب شكرا يا سستامر انا بشكرك من كل قلبي ومبروك ويا رب دايما الاهلي كسبين شوف انا بدأ ازاي من قلبي عشان يشوف مزاجك عالي كده وفرحتك في عيونك بالاهلي لما بيكسب بتبقى الحياة عينب 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 بالعينب نختم فقريتنا ماشي بتعطي العينب